اهلا بكم من جديد نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله افتتح معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث والعشرين للألمنيوم والذي تستقبله مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام تحت شعار رسم ملامح مستقبل الألمنيوم في المنطقة العربية وقال معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة إن هذا المؤتمر يعد الحدث الأبرز لصناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط بمشاركة نخبة من قيادي الصناعة على مستوى العالم موضحا معاليه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة ودعم سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد تولي اهتماما بالغا من أجل تطوير هذه الصناعة وتمكين شركة ألبا من المنافسة العالمية وذلك عبر الدعم الذي يحظى به مشروع خط الصهر السادس للتوسعة الذي سيكون له دور جلي في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة فضلا عن توفيره لفرص عمل للعمال الوطنية المؤهلة والمدربة نظمت ستاندرد شارتت جلسة نقاشية تحت عنوان قوة التمويل لتطوير البيئة المستدامة والتي تدور حول موضوع كيفية مساهمة القطاع المصرفي في خلق بيئة مستدامة في المملكة وأكد رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا أنه لجعل البحرين مركزا متميزا للطاقة المستدامة يجب التغلب أولا على عدة تحديات منها محدودية مساحة الأراضي لتركيب ألواح الطاقة الشمسية وأنهم يستطيعون التغلب على ذلك بالابتكار والأفكار الجديدة مثل استعمال أسطح المباني الحكومية لتركيب الألواح بدلا من الأراضي كما أعلن رئيس قسم التخطيط والمراقبة في تمكين دكتور يارمو كوتلاين رغبة تمكين في إطلاق حزمة من التمويلات لدعم مبادرات مشاريع الطاقة المستدامة قريبا هذه الندوة التي تنظمها مصرف شارتر بانك بالتعاون مع جميع البحرين للمصارف مهمة جدا في إيجاد الحلول لكيفية تمويل مشاريع الاستثمار في الطاقة المتجددة بما فيها للأفراد والشركات ونحن من خلال النقاش الذي سيجر اليوم سوف نرى إن شاء الله بعض الحلول وبعض الحزم المالية التي سوف توفرها البنوك لمساعدة الراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية وقع الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الطبيين في المستشفى الإرسالي الأمريكي جورج شارين اتفاقية مع الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مصنع سولارتك السيد ربيع عبدالله وذلك لتزويد المستشفى المزمع إنشاؤه في عالي بواحد ميجاوات من الطاقة الشمسية بقيمة مليون دولار وأكد ربيع عبدالله على هامشي توقيع الاتفاقية أن الاتفاقية التي تم توقيعها توتيح للمصنع تركيب ألواح شمسية في المستشفى وذلك عند اكتمال المشروع في خطوة تدعم تكثيف استخدام الطاقة النظيفة في مملكة البحرين لقد بحثنا عن أفضل التقنيات التي يمكننا الحصول عليها لبناء مستشفى من شأنه أن يكون محايدا في مجال الطاقة لذا فقد توصلنا إلى هذه الصفقة مع شركة سولارتك التي بدأت بإنشاء مصنع جديد في مملكة البحرين لصنع الألواح الشمسية كان من الطبيعي أن نشارك في هذا المشروع وبحلول الوقت الذي سيجهز فيه المستشفى عام 2022 ستأتي معظم مصادرنا من الطاقة الشمسية نبني المصنع ألواح طاقة شمسية في البحرين سيكون تقريبا أكبر المصنع ألواح طاقة شمسية تكلمي على 25 ميجاوات على سعة ألواح 80 ألف لوحة في السنة والأول مرة نستعمل التكنولوجيا التي هي إيطاليا كل إيطاليان أعلن مصرف السلام عن عقد شراكة مع MSA Capital التي تتخذ من الصين ما قرر لها وذلك بهدف إطلاق صندوق السلام MSA البحرين مشروع MEC Finters بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وانطلاقا من مملكة البحرين باعتبارها بوابة رئيسة للوصول إلى اقتصاد المنطقة الذي تصل قيمته إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي سيوفر هذا المشروع فرصا استثمارية جيدة عبر الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الصينية المتطورة ونماذج الأعمال الصينية المبتكرة لتطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المقرر أن يساهم صندوق MEC Finters في تعزيز أنشطة تدفق رأس المال والتكنولوجيا والتعاون بين المنطقتين والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إقلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.34% مقفلا التداولات عند مستوى 1590 نقاط وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين وخمسمائة وواحد وستين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 371 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 59 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8054 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.11% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5092 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.11% كذلك أما بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4085 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.3% أكدت هالا السعيد وزيرة التخطيط في مصر أن مصر والإمارات بدأتا فعليا تقييم المشاريع المشتركة التي يمكن إدراجها على منصة الاستثمارات المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار الذي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي الأسبوع الماضي وبحسب تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة فإن المشاريع الخاضعة للتقييم سيجرى تنفيذها بنظام الشراكة بين البلدين بنسبة 5050 حيث ستقوم الإمارات بالتمويل فيما ستتولى مصر المسئولية عن المباني والإنشاءات والبنية التحتية النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة نستلا تتوقع تحقيق إرادات إضافية بقيمة 250 مليون دولار نتيجة مبيعاتها من منتجات ستاربكس هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين لإنهاء حرب التجارة التي هزت الأسواق وأضرت بالنمو العالمي وضاف ترامب متحدثا خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض أنه سيتعين على الصين إبرام اتفاق تجارة ونقل تلفزيون سي ام بي سي عن مصدر بالحكومة الصينية قوله أنه ثم تتشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص عدم التوصل الاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم حثت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل دولا أفريقية على مواصلة سياستها نحو مزيد من سيادة القانون ونظام مالي وضريبي أكثر شفافية وقالت ميركل خلال مؤتمر للمستثمرين على هامش مبادرة مجموعة العشرين ميثاق مع أفريقيا في برلين إن المزيد من الشفافية سيجلب المزيد من الاستثمارات الألمانية وذكرت ميركل أن أفريقيا بدولها التي تزيد عن الخمسين تطلع بدور مهم في حل القضايا العالمية مضيفة أن أفريقيا وأوروبا تواجهان خلال ذلك الكثير من التحديات المشتركة مثل حماية المناخ أو الرقمنة أو الهجرة والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى توقعت شركة الأغذية السويسرية نسل تحقيق إرادات إضافية بقيمة المشتركة 250 مليون دولار نتيجة مبيعاتها من منتجات القهوة الأمريكية ستاربكس خلال العام الحالي بعد أن بدأت بيع هذه المنتجات معبئة بفضل اتفاق الشراكة مع سلسلة المقاهي الأمريكية وقال متحدث باسم نستلة أن مبيعات منتجات ستاربكس ستضيف نحو 252 مليون دولار إلى مبيعاتها خلال العام الحالي وكانت نستلة قد دفعت في العام الماضي أكثر من 7 مليارات دولار منقابل الحصول على ترخيص استخدام علامة ستاربكس مع منتجات القهوة التي يتم بيعها في متاجر البقالة موسيقى موسيقى